تأسيس الإسلام بين الكتابة والتاريخ ألفريد لويس دي بريمار كثيرة هي الكتب التي تناولت بدايات ظهور الإسلام ولعل المستشرقين هم أكثر من اشتغلوا على محاولة فهم هذا الدين الجديد الذي استطاع في فترة وجيزة أن يحقق توسعا عظيما دفع بهم لشحز أقلامهم والنظر في مراجعهم والعمل على تعلم اللغة العربية علهم يصلوا إلى نقطة فهم تعينهم على تدارك هذا القادم الجديد وتبيان حقيقته وكتاب تأسيس الإسلام للمستشرق الفرنسي البريد لويس دي بريمار هو أستاذ في جامعة بروفانس وقد عمل مدرسا في محهد الأبحاث والدراسات عن العالم العربي والإسلامي توفي عام 2006 يعد هذا الكتاب من الكتب التي نظرت عميقا في المراجع الإسلامية وإن كان قد خلص في بعض النتائج إلى ما يمكن تسميتها بالمغالطات لكن ذلك لا ينقص من قدر الجهد الذي بذل فيه يقع هذا الكتاب في 384 صفحة ستة فصول توزعت بين النظر في كتابة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعن الآلية المنهجية التي اعتمدها مؤرخ سيرة المصطفى ثم ينظر في عدد كبير من المراجع الأمهات في الفصل الثاني يناقش الكتاب الفاتحون العرب في إخباريات القرن السابع الميلادي أما الفصل الثالث فهو مخصص للحديث حول أصول عرب الشمال وعرب الجنوب وكذلك قبيلة قريش في القسم الثاني بالعنوان الفاتحون فإن الدي بريمار يتتبع نشأة مدينة يسرب في تاريخها القديم ثم يقدم تحليلا معمقا لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم والرؤية السياسية التي انتهجها لتوحيد سكان يسرب يقول الناشر عن هذا الكتاب هو دراسة تسعى إلى أن تكون موسقة عن تأسيس الإسلام مثل ما ظهر في التاريخ ويحاول مؤلفها رسم بعض الملامح المتميزة لأصول الإسلام في خطوطها الأولى ميزته أنه يقدم قراءة مزدوجة عن الإسلام الأول من داخله وخارجه معا موسيقى